لاي الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الامتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة تانوي اعدادي لمادة الرياضيات دورة يناير 2019 التانوية الاعدادية برج زيتون مراكش اذا هو هذا الامتحان الموحد طبيعة الحلفة بصورة ما بينش مزيان جميع التفاصيل دياله عندنا هنا خمسة ديلة تمارين سنقسم عملية تصحيح الى ثلاث مراحل في المرحلة الاولى سننصح فيها التمرين الاول والثاني في المرحلة الثانية سنصح فيها التمرين التالت والرابع والمرحلة الأخيرة سنصح فيها التمرين الخامس الان سأريك كل التمرين على حدة وطبيعة الحلف سوف تنقل المعطيات انتلاقا من الصورة على الشاشة نبدأ بالتمرير رقم واحد بالنسبة للمزة ديال إعدادية بورج زيتون أنا عندهم الأوراق ديالهم هم سوف يشوفوا فقط أعمالية الصحيح لأنه إمتحال موحد أنجزوه هذا اليوم يلا نشوفوا التمرير الأول هو هذا التمرير الأول عندنا هنا سلم الطمقية وحسب كل مما يلي ثانيا اجعل مقام العددين 11 على جنرب 7 3 على 5 عددا جدريا ثالثا أعطي الكتاب العلمي لكل من العددين أو بي أ يساوي هاية القيمة اللي لدينا 642 هنا ثلاث أصفار ثلاث أصفار ثلاث أصفار أخيرا ثلاث أصفار في عشر أس ماقص عشر بيساوي 0 فاصلة أربعة أصفار ثمانية وثلاثة في عشرة أس إثمان عشر هذا هو التمرير الأول نشوفوا التمرير الثاني التمرير الثاني على ربعا هذه النقط هو السلم التنقيد أولا قارن 640 و471 ثم استنتج مقارنة للعدادين 4-640 و4-471 ثانيا A وB وC أعدادا حقيقية بحيث A محصور بين 5 و9 وB محصور بين 3 و4 و4 C-1 على 7 محصور بين 1 و5 أبطل الإعداد أزائد B اثنان A-3B B على A وأخيرا 그래서 ansch见 7 achel�대 Linda 4 كاميرا 2 2 3 4 2 5 per until 5 us 5 5 التمرين الثالث التمرين الثالث علي أربع نقاط وهو الشكلنا الضبار لنا هنا 2 جدر الهربع 3 2 جدر الهربع 3 2 جدر الهربع 3 هنا لدينا أربعة وهنا لدينا collectible ولدينا HernaniP نكتب الكلام banner U KudyP KudyP F'kudyP بيّن أن المثلة EKG قائم زاوية B أحسوب EFG أحسوب EGK وطانجنت EFK ثانياً أحسوب M بحيث M تساوي 3.5 مربع 28 درجة زايد 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 3.5 مربع 50 درجة نشوفوا التمرين الرابع تمرين الرابع على أربعة درجة النقاط هو الشكل لنا في الشكل الجانبه المستقيم MN يوازي المستقيم OC والمسافة OC تساوي 5 سنتيمتر والDO تساوي 8 سنتيمتر والDM تساوي 6.4 سنتيمتر والDC تساوي 10 سنتيمتر أولاً أحسوب المسافتين DN وML ثانياً لتكون A نقطة من نصف المستقيم DO وبنقطة من نصف المستقيم CU بحيث المسافة O A تساوي 2.4 سنتيمتر والمسافة O B تساوي 1.5 سنتيمتر أولاً أحسوب وقارن نسبتين O A على O D و O B على O C يوازي المستقيم A B نشوفوا التمرين الخامس والأخير التمرين الخامس على خمس نقاط الشكل دينا هو هذا في الشكل الجانب A و B و C و M نقاط من الدائر C مركز O حيث قياس زاوية A C B يساوي 54 درجة والمسافة A M تساوي A B E نقطة تقاطع A C و B M أولاً أحسوب قياس زاوية A O B و A M B ثانياً ألف بين أن المتلتين E A M و E B C متشابهان با استنتج أن المسافة E A في المسافة B C يساوي المسافة E B في المسافة A M ثالثاً لتكون H المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم B M بين أن المتلتين A H B و A H M متقايسان يلا الآن في هذه الحصة سوف نصح فيها التمرين رقم واحد وتمرين رقم اثنان من هذا الموحد يلا يمكنك توقف تشغيل الفيديو حتى تنجل التمرين رقم واحد وتمرين رقم اثنان بعد ذلك تشوف معي صحيح مرة أخرى التمرين الأولى وأمامك والتمرين الثاني أيضاً أمامك إلا ما كانتش صورة واضحة لك يمكنك ترجع بالفيديو للورا في البداية كبيرت تمرين رقم واحد يمكنك تقول المعلومات بسهولة وكذلك بالنسبة للتمرين رقم اثنان يلا أدرك نبدو عملية الصحيح لنحسب عندنا نبدو عملية الصحيح نبدو عملية الصحيح نبدو عملية الصحيح نبدو عملية الصحيح كبيرت تمرين كبيرت تمرين حسناً حسناً ثم الثالثة هي إذا شهر على مادة سنحصل نعم على 18 ناقص نعم 16 64 تساوي 16 والفرق يساوي كم نعم يساوي 2 نمر الان الى الكتابة C C تساوي جد ربع سبعة في جد ربع ثالثة ناقص جد ربع اثنان في جد ربع ثالثة زائد جد ربع اثنان ترى ما العمل هنا نعم يمكنني هنا انطبقوا ترى القاعدة التي اعرفت في الدرس جد ربع A في جد ربع B يساوي ماذا ايضا نعم يساوي جد ربع A في B نطبقها على هذا الجداء واضح؟ هل ترى لماذا اخترنا هذا الجداء بالداد اذا سنكتب جد ربع سبعة في جد ربع كبير ثم هنا ثلاثة ناقص جد ربع اثنان عامل لثلاثة زائد جد ربع اثنان وعيد فقط طبقت القاعدة جد ربع A في جد ربع B يساوي جد ربع A في B إذا نظرت مليا إلى ما بداخل جد ربع أي هذا الجداء هو يذكرنا بماذا؟ نعم يذكرنا بالمتطابقة الهامة الثالثة نعم A ناقص B عامل ل A زائد B تساوي A أثنان ما هو العنصر الذي لعب دور A فعل هنا هو ثلاثة ودور B نعم وجد ربع اثنان فماذا سنكتب؟ نعم سنكتب جد ربع ثلاثة اثنان ناقص جد ربع اثنان هكذا يساوي جد ربع سبعة rabع für�� awkward ぎ� Rise ثلاثة اثنان وجد ربع اثنان و Laurel color säger ثلاثة اثنان iovascular فاليوجد ربع سبعة وざي يساوي جد ربع فال Garage والذي يساوي أخيرا نعم و الآن وإذا كتهيت جد ربع سبعة فالجد ربع سبعة يساوي جنرباعة 9 و40 لا صحيح أيضا والتي تساوي دائما 7 نواصل بتي تساوي 6 جنرباعة 5 زائد جنرباعة 20 هذا هو السفر ناقص جنرباعة 45 ترى ما العمل هنا؟ نعم سنبسط جنرباعة 20 ما هو تبسط جنربا 20؟ انت تعرفه ما هو؟ نعم هو 2 جنرباعة 5 جنربا 20 يساوي جنربا 4 في جنربا 5 وجنربا 4 يساوي 2 الان ما هو تبسط جنربا 45 نعم هو 3 جنربا 5 نعم ناقص 3 جنربا 5 هكذا واضح؟ كما ترى هناك عامل مشترك ما هو؟ فعلا العامل المشترك الذي يتكرر في جميع هذه الجداءات هو جنربا 5 نعمل به إذا فنكتب جنربا 5 عامل 6 زائد 2 ناقص 3 6 زائد 2 تساوي ثمانية ثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة إذا النتيجة النهائية هي جنربا 5 في 5 أو 5 جنربا 5 سادة ثم تبسط ثمانية نتعانى ونجعل مقام 11 على جنربا 7 33 على 5 زائد 42 نقص نبسط بـ كيف سنتخلص مق Brook نعم في جنر با سبع هكذا يساوي 11 جنر با سبع على جنر با سبع وستثنان أي 11 جنر با سبع على سبع إلا عرفتي تكتب 11 على جنر با سبع على شكل جداء 11 في 1 على جنر با سبع وتعوض 1 على جنر با سبع بجنر با سبع على سبع وكي نوحل القاعدات التي تقولين A على جنر با ب يساوي A جنر با ب على ب إلا عرفت هذه القاعدة يمكنك تبقى مباشرة هنا يعني 11 على جنر با سبع يساوي 11 جنر با سبع على سبع ويمكن لك أن تمر مباشرة إلى النتيجة على أي حال إلا معرفتش القاعدة هذه الطريقة الأسهل أيضا للوصول إلى هذه النتيجة نمشي والمثال التالي ثلاثة على خمسة زائج المربع إثنان كيف نتخلص من الجدر المربع من المقام أو في المقام نعم للتخلص من الجدر المربع هنا نضرب البسط والمقام في ماذا نعم في مرافق المقام ما هو مرافق هذا المقام نعم مرافق 5 زائج المربع 2 والعدد 5 ناقش المربع 2 إذا 3 عامل لخمسة ناقش المربع 2 على 5 زائج المربع 2 عامل لخمسة ناقش المربع 2 هكذا تساوي 3 عامل لخمسة ناقش المربع 2 على إذا في المقام عندنا المتطابقة الهامة نعم الثالثة أ زائد بعمل لخمسة ناقش المربع 2 يساوي A ناقش المربع 2 ناقش المربع 2 يساوي 3 عامل لخمسة ناقش المربع 2 على 5 وستين أي 25 ناقش المربع 2 ناقش المربع 2 أي 2 هنا مكينش فرصة للاختزال إذن يمكن لي منشر البسط كنت تنتظر ربما تكون عملية الاختزال لهذا لم أقوم بعملية المشر الآن تبين أن هناك 23 في المقام إذن لا لا مجال للاختزال إذن سأكتب 3 في 5 أي 15 وتلاتة في ناقش المربع 2 أي ناقش 3 جضر المربع 2 على 23 انتهى نشيل تمرين أو السؤال الثالث لنعطي الكتابة العلمية لكل من A و B إذن نبدأ بهذه القيمة هذه 642 ثم ثلاثة أصفار أربع مرات إذن نمكن نكتب هذه القيمة على شكل قوة أو على شكل كتابة علمية الفكرة بسيطة تندعو الصف الفاصلة هنا ثم تنحسبو هنا أعداد الأرقام اللي لدينا هنا إذا لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة في ثلاثة أي 12 رقما فيه الصفر بالإضافة إلى رقمين إذن المجموعة أربعة أربعة عشر رقما إذن ستكتب أ تساوي 6.42 في عشر أس أربعة عشر ثم لا ننسى عشر أس ناقص عشر تساوي 6.42 عندنا هنا جداء قوتين لهما نفس الأساس إذن جداءهما وقوة أساسها ونفس الأساس وأسها ومجموع الأسين إذن نأخذ أربعة عشر زائد ناقص عشر أو أربعة عشر ناقص عشر تساوي 6.42 في عشر أس أربعة وهكذا كتبنا أ على شكل جداء عدد محصور بين واحد وعشر لهما 6.42 وقوة أساسها عشر إذن هذه الكتابة العلمية للعدد أ نمشي الآن لعدد ب ب تساوي أو يساوي 0.4 أصفار ثمانية وثلاثة في عشر أس إثنى عشر إذن سنكتب الكتابة العلمية للعدد ب الفكرة بسيطة تنجي لهذا العدد لي وصفر فاصل أربعة أصفار ثمانية وثلاثة ونضع الفاصلة هنا ثم نحسب عدد الأرقام التي لدينا هنا إذن نحسب معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن هذه القيمة تساوي ثلاثة فاصلة تمانية في عشر أس كم؟ نعم عشر أس ناقص خمسة وعند قاعدة في دفتر الدروس حول هذا الشأن إذا الآن حصلنا على جداء قوتين لهما نفس الأساس لهما عشر أس ناقص خمسة في عشر أس إذن نمكننا نعوض هذا الجداء بقوة واحدة وهي ماذا؟ وهي عشر أس ناقص خمسة زائد إثنى عشر تساوي ثلاثة فاصلة ثمانية في عشر أس كم؟ نعم في عشر أس سلا وكذا كتبنا العدد على شكل جداء عدد محصور بين واحد وعشر وهي ثلاثة فاصلة ثمانية وقوة أساسها عشر وهذه الكتابة العلمية للعدد بي نمشي الآن التمرين الثاني لنقارن ستة جربع ثان وجربع واحد وسبع للقيام بهذا العمل ما العمل؟ ما هي الطريقة التي نستعمل نعم نرفع كل قيمة إلى الأسي تنوازية الطريقة الأكثر استعمالا عندنا ستة جربع اثنان الكل اثنان يساوي ستة وثلاث في اثنان تساوي اثنان وسبعون وجربع واحد وسبعون وستان تساوي واحد وسبعون التربيع يزيل الجدر المربع بما أن اثنان وسبعون كما ترى اكبر من واحد وسبعون فإن ستة جربع اثنان الكل اثنان اكبر من جربع واحد وسبعون 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 يعني وعند خاصية في هذا الشأن إذا كان او ستنان أكبر من ب وستان وآ وب عددين مجابعين فإن ا اكبر من ب وهذا يعني أن ستة جربع اثنان أكبر من جربع واحد وسبعون هذه طريقة للمقارنة بين هذين العددين وهناك طرق أخرى بطبيعة الحال نمر الآن إلى ب أو استنتج مقارنة بين 4-6-42 و 4-7-42 نكتبها بعد لنستنتج مقارنة بين 4-6-42 و 4-7-42 يعني من تقرأ استنتج مقارنة بين كذا و كذا إذن هناك علاقة بين هذا السؤال الذي سنجيب عليه والسؤال الذي قبله تفقين إذن كما ترى سبق لنا وأن بينا بأن 6-42 أكبر من جربع واحد وسبعون إذن سنضرب طرف هذه المتفاوتة في ناقص واحد تصير ناقص 6-42 أصغر قطعا من ناقص 7-42 ثم نضيف 4 إلى الطرفين فنحصل على ما نريد يلا سنبدأ هذا العمل نعلم أن 6-42 أكبر قطعا من جربع واحد وسبعون الذي يكتب أكبر من أو يثوي فعمله أيضا صحيح إذن ناقص 6-42 أصغر من ناقص جربع واحد وسبعون هذه قاعدة لدينا في دفتر دروس إذا كان A أكبر من B فإن ناقص A أصغر من ناقص بيضرب فقط الطرفين في ناقص واحد وهو عدد سالي فاتجال المتفاوت يتغير وبالتالي فإن ثم نضيف أربعة إلى الطرفين أربعة زائد ناقص 6-42 يبقى أصغر من أربعة زائد ناقص 7-42 إذا أضفنا النفس العدد إلى طرفين متفاوت فإن نتجاه لا يتغير أربعة ناقص 6-42 أصغر من أربعة ناقص 7-42 وانتهى نشوف السؤال الموالي ثانيا A و B و C أعداد حقيقية طلب منا أن نؤثر A زائد B ثم A ناقص 3-B و B على C نشوف هذا نؤثر A زائد B عندنا A محصور بين 5-9 و B محصور بين 3-4 طورة ما العمل هنا نعم نجمع هذين التأطيرين طرفا بطرف عندنا قاعدة حول هذا الشأن إذن A زائد B عدد محصور بين 5-3 3-9 زائد أربعة أي A زائد B محصور بين 8-13 و انتهى ما نقطع الموالي لنقطع 2-A ناقص 3-B سنطلق من A محصور بين 5-9 و B محصور بين 3-4 عندنا A محصور بين 5-9 و B محصور بين 3-4 ما هي الخطوة التالية نعم سنؤثر 2-A يعني يكفي أن نضرب جميع الأطراف في 2 و كما تعلم 2-A عدد مجب إذ الانتجار المتفاوت لا يتغير هكذا أي 2-A عدد محصور بين 10-18 نشيء الآن B محصور بين 3-4 ما سنضرب هنا نعم سنضرب جميع الأطراف في ناقص 3 3 نحصل على ناقص 3 B و ناقص 3 كما تعلم هو عدد ساليم وإذا ضرب طرف متفاوت في عدد ساليم تجاه يتغير ناقص ناقص تأثير ناقص ناقص في 3 أكبر من أو يساوي ناقص 3 في B يدور أكبر من ناقص 3 في 4 ثم نواصل ناقص 9 أكبر من أو يساوي ناقص 3 B يدور أكبر ناقص 12 الآن نرجع لتأثير دينا العادي يعني ناقص 3 B عدد محصول بين ماذا وماذا نعطينا ناقص 12 و ناقص 9 هكذا كي لتنطلق مباشرة من هذه الكتابة إلى هذه الكتابة وألا أتفق معا إذا كانت عرف كيف يحرق المراحل بطريقة سليمة أما إذا كان عنده مشكلة في حرق بعض المراحل وخاف وقع في أخطاء ما الأحسن يتبع هذه الخطة التي يعني مشيت بها في هذا الإنجاز إذا سنكمل الآن نجمع علي التأثيرين طرفا بطرف ولدينا الحق في ذلك لدينا قاعدة حول هذا إذا 2 A زائد ناقص 3 B عدد محصور بين ماذا وماذا نعب بين 10 زائد ناقص 12 و 18 زائد ناقص 9 هكذا أي 2A زائد ناقص 3 B 2A ناقص 3 B هكذا ناقص عدد محصور بين 10 زائد ناقص 12 أي ناقص 2 و 18 زائد ناقص 9 و انتهى هكذا أضطرنا 2A ناقص 3B نمشيو الآن لنؤثر B على A لنؤثر B على A يلا كيف نتصرف هنا لتأطير B على A كما تعلم B على A يمكن نكتب على شكل جدا أي B في ماذا نعم B في 1 على A يجب اكتب B على A هي B في 1 على A يلا شنو كيف نعم لنؤثر نعم نمشيو نأطر 1 على A لدينا A محصن بين 5 و 9 إذن 1 على A سيكون محصن بين ماذا وماذا ركينا نانا خاص في هذا الشأن نعم سيكون محصن بين 1 على 9 و 1 على 5 1 إذا عرفت القاعدة يمكنك تبقى مباشرة كما قمت بذلك الآن إذا ما عرفتش ستقلب 5 وتقلب A وتقلب 9 والاتجاه المتفاوتة سيتغير والمتفاوتتين أقصد الأولى والتانية أقصد هذه المتفاوتة وهذه الأخرى إذا بدأتوا لـ 1 على 5 أكبر من 1 على A اللي بدور أكبر من 1 على 9 وكينا هنا أيضا خاصية في هذا الشأن وهذا الخاصية تطلب بأن الأعداد كلها تخصد تكون موجب قطعا وهذا ما حصل هنا في هذا التمرين يعني 5 موجب قطعا وتسعة موجب قطعا ومحصن بينهما إن حتى هو موجب قطعا هذه الخاصية تعمل فقط حينما تكون أعداد موجبة وغير منعدمة أي موجبة قطعا قلنا 1 على A محصن بين 1 على 9 و1 على 5 وB محصن بين 3 و4 إذن نمكننا الآن ضربوا هذين الطيرين طرفا بطرف ما دامت جميع الأعداد موجبة كينا خاصي أيضا في هذا الشأن تقول خاصي ما يلي إذا كانت الأعداد A وB وC وA أول وB أول وC أول موجبة وغير منعلمة بحيث A محصن بين B وC وA أول محصن بين B أول وC أول وC أول على أي حال الأعداد التي لدينا كلها موجبة والأعداد التي لدينا كلها موجبة إذن يمكننا ضرب هذين الطيرين طرفا بطرف إذن سنكتب 1 على A في B عدد محصور بين 1 على 9 في 3 و 1 على 5 في 4 أي B على A محصور بين 3 على 9 و 4 على 5 و 3 على 9 إذن نختزل ها تغطينا 1 على 3 إذا خلت النتجة 3 على 9 لا تعتبر النتجة أيضا صحيحة بدون اختزال إذن لما اختزلت كان أفضل فقط إذن لنقص تحجم النقطة إذن B على أعدد محصور بين 1 على 3 و 4 على 5 نمشي للسؤال الأخير وهو تقطير C لنقطر C عندنا حسب ما جاء في المعطيات 4 C ناقص 1 على 7 عدد محصور بين 1 و 5 5 إذن للوصول إلى تقطير C فما الخطوة التالية نعم سنتخلص من 7 الذي لدينا هنا في المقام كيف ذلك نعم سنتضرب جميع الأطراف في 7 وكما تعلم 7 عدد مجب إذن هل تجاه المتفاوية ستغير بطبيعة حال لا سنكتب هنا 7 في 1 أصغر من ساوي 7 في 4 C 1 على ستغير من 7 في 5 إذن كما ترى ضربت جميع الأطراف في 7 إذن نختز 7 أصغر من ساوي 4 C ناقص 1 الذي بدور أصغر من 35 إذن الآن اقتربت من الهدف سنتخلص الآن من ناقص 1 سنضيف مقابلة إلى جميع الأطراف بدور الكتابة 7 زائد 1 أصغر من ساوي 4 C ناقص 1 زائد 1 لبدور أصغر من 35 زائد 1 أي 8 أصغر من ساوي 4 C لبدور أصغر من ساوي 36 يلا الآن بقنا نتخلص من العام 4 لتخلص من العام 4 ما العمل الذي يمكن القيام به نعم نضرب جميع الأطراف في مقلوب العدد 4 وما هو مقلوب 4 نعم مقلوب العدد 4 و 1 على 4 إذن سنكتب 1 على 4 في 8 أصغر من ساوي 1 على 4 في 4 C لبدور أصغر من 1 على 4 في 36 أو نقدر نقسم جميع الأطراف على 4 أو 1 على 4 عدد موجب إذ الاتجاه المتفاوت لن يتغير إذن 8 على 4 تساوي 2 وأربعة سوف يمشي مع المقلوب سوف يبقى نفق C 36 على 4 تساوي 9 وهكذا توصلنا إلى تأطير للعدد C انتهت هذه الحصة في الحصة المقبلة إن شاء الله سوف ننصح التمرين الثالث والتمرين الرابع إلى اللقاء